حياكم والله شباب فيديو اليوم طلبا لحد المتابعين ابو معاذ قال يجرب العطور روجا وطينا رأيك فيهن اول شي جربت عطور روجا دوف عنبر عود هذا من افخم انواع العود والعنبر العطور ثباتة قوي فوحانة قوي تميز جمالة رائحة العطور يجنن كل شحلو شوف شكل العلبة جميل رائع كل شحلو يعني بس مشكلته انه اهبه سعره غالي سعره 600 باوند ما يقارب 700 دولار اه انا انطي 8 من 10 رائحة حلوة ثبات فوحان اداء جميل العطور لكن السعره مبالغ به والاكثر شي اللي عجبني به هو شكل العلبة كل شحل شكل العلبة لكن غالي الصراحة حلو غالي خليك بالفيديو وراح نشوف التقييمات بالاخير شن رأي بباقي العطور اه طبعا عمبر عود اه ما للشيوخ ما الامراء ما الناس فخمة ما الناس اثريا هذا هو العطور العطور الثاني قطر الحبيبة هذا العطور على اسم قطر العطور هذا 50 مل سعره 420 باوند ما يقارب 500 دولار ثباته جيد فوحانه جيد اداء ممتاز الريحة حلوة شون نقول ريحة المدل است او الشرق الاوسط ثباته حلو فوحانه حلو ريحة مميزة ايضا يصلح للشيوخ للامراء للناس الاذقال للناس الاثريا وبنهاية الفيديو راح هنطيك تقييم للعطور يكون شاميته بعد اربع ساعات للكارت الكارت معايا بالبيت اه العطور طبعا 50 مل وسعره 420 دولار الصراحة انا شوف سعره مبالغ بي ما يستحق هذا السعر لكن العطر حلو يعني ما عرف لانه القطر يعني دولة عربية او دولة غنية والعرب دفاعين فلوس يسمون الاسم او يسمون العطر باسمهم حتي يجيو نشترون بهالسعر الغالي لا انا شوفه مبالغ بي 50 مل ب 500 دولار الامارات الحبيبة برج خليفة يعني بالصورة هذا عطر الامارات الحبيبة العطر ايضا سعره 420 دولار وثباته تعبان صراحة فوحانه تعبان الريحة يعني حلوة لكن ما يستحق هذا سعره 420 ارجع وكرر كلامي انه الامارات الدولة غنية والعرب دفاعين فلوسوا يحبون العطور تصنعونهم عطر اداة متوسط او ضعيف ب500 دولار و50 مل يعني كل 10 مل ب50 دولار يعني اجرام روجة دوف عطورها غالية صح بيها تميز ابتكارات حلوة روائح جديدة لكن مو فوحان الواو ولا الثبات الواو مثل نقول زيرجوف او امف كي لا الدار يعني متوسطة الاداء لكن عطور حلوة اما 51 العطر نسائي ما يناسب الرجال عطر اميرات عطر ملكات العطر حلو ثباته جيد فوحانه جيد ريحته حلوة لكن ما يستحق ايضا سعره تقريبا 400 دولار 375 باوند اداءه متوسط ثباته متوسط فوحانه متوسط ريحته حلوه هو هذا الوحيد اللي عندهم 51 اللي يعرف يكتبني فهذا الفيديو كان عن عطور روجة دوف خليك بالفيديو بعد شوي راح اطلع الكارتات اشيمهن قدامك بعد مرور 3 ساعات بعد ما اكلت وتحممت وشميت كذا ريحه ممكن اقيم العطور اكثر الكارتات معايا بالبيت فاني دائما راح اتعطر بالمحال واجيب الكارتات بالبيت اقعدها كل اشرب اشيم كذا رائحه حتى مره ثاني ارجع الشمي للعطر ويبين الثابت ياهو الفواح ياهو ونقدانتين بقصة العطر خليك للفيديو لا تروح التقييم الاخير اللي بعد ما اكلت وتحممت ومثل ما نقول اتغيرت الروائح مثل ما نقول نجي هنا على التقييم نبديها بقطر الحبيبة العطر حلو ريحه دسمة ريحه قوية تباته جيد فوحانه جيد سعره تقريبا 500 باوند ارجع وقول لك ما يستحق هذا السعره العطر مسنف عطر قطر عمبر حلو ناعم تابلي خشبي فاكي عود بلسمي مسكي ورد سلاحية العطر حمضيات طبعا ما شميت اي حمضيات قلب العطر ما شميت اي خوخ ولا عرموت ولا ورد ديماي ولا ياسمين ولا بنفسج قاعدة العطر ما شميت قاعدة العطر بها موجود غزل البنات والعود والامبرغيس والمسك والزعفران والجزور الساوسة والباتشولي وأخشاب البتولة والفانيلا والقرنفل وأخشاب الكيشميل وخشاب الصندو وخشاب الأرز خير من الله مكونات بس كل هالمكونات ما راح يشم الشمبي ثلاث نوتات عمبر عود زعفران العطر ريحة حلوة ريحة شرقية ريحة تمييزة يعني ما الشيوخ ما الأمراء ناس أثرياء لكن ما يستحق سعره خمسين ميل خمسين ميل دولار سعر يعني كثير مبالغ بي بس أنا صراحة سعره ما أعجبني ريحة حلوة لكن ما أعجبني سعره خمسين ميل لا لا شوف استغلال العطر الثاني الإمارات الحبيبة العطر شوف أنا بالبداية قلت لكم العطر ضعيف الأداء راح أشمي صدقوا يا جماعة العطر اختفى العطر اختفى حرامات مسمين هذا العطر على هالاسم الدولة والله عب يعني ما أعرف خمسمائة دولار سعر العطر خمسين ميل لك لا ثبات لا فوحان حتى كانت الرائحة مو هذه شها الرائحة ماكو أي رائحة مثل في العطر وارد تابلي منعج خشبي دافع عود أرماتيق عود خشبي ترابي مسكي تداحية العطر الشيح والبرقموت وقلب العطر وارد ديماي وقرنفل أبرة الراعي ورنك القرفة والياسمين وبعد مقاعدة العطر العود والكمون وخشاب والمسك والفلفل الوردي طحرف البلوت واللبان كل هالمكونات ماكو كلها اختفت حتى البتشون موجود اختفت والله العظيم اختفت ما شام أي عطر حرامات والله حرامات واحد يشتريش عطر عطر الثالث 51 51 طبعا هو مصنف أنه نسائي حسن ما شوفه قدام الموقع وأيضا البائحة قلت لي العطر خفيف بريحة هيتش زهور عطر مصنف زهور تصنيف العطر زهور البيضاء وحلو خشب فانيلا ناعم فاقي لكن كل المكونات اختفت حاليا بها بس زهور بيضاء او زهرة القارديانة افتتاحيات العطر برقاموت قلب العطر التوت والقارديانة ومسك الروم والورد والياسمين وزهرة البرتقال وقاعدة العطر اخشاب الكشمير فانيلا خشب الصندل أوراق البنسة جذور السوسن القرفة الينسون بتشوليها كل ما شامن النوتات كلها اختفت طيب هذي سعره تقريبا 440 دولار 370 باوند ما استحق سعره حرامات يا لا اذني العطر ما تشتروها لا لا تعبانة كلش سيئة جدا سيئة وغير مناسبة الصراحة بس قطر انا عجبني ريحة حلوة ريحة مميزة لكن ما يستحق سعر ريحة الشيوخ اتمنى فزيتكم هالمعلومات البسيطة واذا اعجبكم الفيديو اضغط لايك اشتركوا القناة واذا تحبونا سوي فيديو مثل هذا عن عطور الوي فيتا راح اجربه المطاء بالمحال و اجيب لكم عينات وش اسمه قولويا اجيب لكم عينات العفو اجيب لكم على الكارت مرشوش ونسوي عليها تقييمات احنا مراجعة بعد ساعتين الثلاثة او على عطور زيرجوف او على عطور بولغاري طبعا هنا هالكارت في اختلف او عطور ديماردي اه تمنى تتغلق اشترك في القناة وتابعنا على حساباتي واي سؤال اكتب لتعليق واي فيديو مثل هذا اذا تريد اسوي لك اسوي لك عادي بس يكون عطورهم تريند مثل الويذي توقيت وفات خمس عطور تريند ديمارلي زيرجوف فالدار هيتش يعني عريقة وعطورها قوية تدال الا اصوي لك على خمس ست عطور واجي بالبيت اقاييمين على كيفية واشمم بالمحال واجي وشكرا لحسنا الاستماع وتمانا فيديتكم بهالمعلومات البسيطة اشتركوا في القناة